وفي ديالة كشف المرشح في تحالف عزم عبدالخالق العزاوي عن فقدانه أكثر من ثلاثة آلاف صوت انتخابي في الدائرة الثالثة مبينا أن أشرطة النتائج الانتخابية تبين فرقا فيما بين الأصوات الفعلية التي حصل عليها وما بينما أعلنت عنه مفوضية الانتخابات بأكثر من ثلاثة آلاف صوت عنا قد ظهر لي رقم ستة آلاف وثمائة واربعين خلافا للأشرطة الموجودة لدينا من المراكز الموجودة في عموم قلاءة الخالص المراكز الانتخابية كانت مجموعة الأشرطة أكثر من تسعة آلاف ومتين وسبعين للأسف لم يظهر هذا الرقم في البداية وإنما ظهر رقم ستة آلاف وثمائة واربعين بعدها بيوم أو يومين ظهرت المفوضية وقد صعدت أرقامنا وكان الرقم الأخير الذي أعلن هو ثمانتالاف وسبعمائة واثمائة واثمائة وعشرين أيضا خلافا لما موجود بالأشرطة التي تم تزويدنا منها من المراكز ومن قبل مراقبين الكيانات في جميع مراكز ديالة ترجمة نانسي قنقر